تستمر دائما تألقات مو صلاح مو صلاح مو صلاح صلاح بيواصل التألق في الملاعب الأوروبية والصحف العالمية بتتغنى بالنجم المصري وده بعد تألقه فيه مباراة مبارح قدام انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا أحرز الهدف الثاني في دهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا صلاح ما شاء الله رفع رصيده لثمان أهداف انفرد بالمركز الثالث أصبح على بعد يدوب إن شاء الله هم هدفين ويبقى متصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا وفي نهاية اللقاء لبى النجم المصري مو صلاح طلب أحد مشجعي انتر ميلان اللي رفع لافتة يفطى صلاح كما يهاف يو شوت هل من الممكن أن أحصل على فانلتك أو قميصك الرياضي بتاع انتر ميلان صلاح ياخد بعضه ويروح عقب نهاية اللقاء اللي جمع الناديين ويدي قميص اللاعب أو فانلة اللاعب إلى المشجع الانتر ميلاني إيه الحلاوة دي الحلاوة هنا على الطرفين مشجع انتر ميلان اللي بيحب صلاح إلى هذا القدر وبالمناسبة ده أكيد ناصح لأنه ممكن بعد عشرين تلاتين سنة يطرح دفما زاد هيجيب له فلوس قد كده هو أو الله فكر فيها كده أصبر كده إيه عشرين خمستاشر سنة ويروح رايح ويمناء أقول لك أنا أتمنى أن صلاح يفضل يلعب يجي عشرين سنة بس في اليوم اللي صلاح هيقرر فيه يبطل الملاعب ويبدأ بقى ينتقل إلى صفوف أخرى ممكن بقى مدير فني ممكن رجل أعمال شهير ربنا يا رب يكتب له اللي هو عايزه بالخير اليوم اللي صلاح هيبطل فيه هذا المشجع الانتر ميلاني هيبيع التيشرت بتاع صلاح أو الله ابقوا فكروني أحضر ماتش وأقوله برضو مو صلاح كما يهابيو ده بقى الاستثمار اللي هنعمله لعيالنا إن احنا نقف في المدرجات نطلب تيشرت بتاع صلاح فيديهولنا بقى موقع عليه بخط إيده ويكون تيشرت اللي لعب بيه في مباراة يكونوا فازوا بيه يعني بس أنا كده عرفتها هستثمر في إيه فنلات صلاح المهم الجانب الآخر الرائع في الموضوع صلاح نفسه زكاء محمد صلاح شطارة محمد صلاح روح محمد صلاح الحلوة والوثابة دائما ناحية كل ما هو فعل جميل الحقيقة ما شاء الله عليه حتة واد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وبالمناسبة ما تركزوش في فلوس محمد صلاح وعقوده سايق عليكم النبي صلاح ما بيسرقش فلوس من حد ما بياخدش فلوس من جيب حد سيبوا الراجل يشتغل ويرزق سيبوه في حاله ليه طول الوقت الناس تقعد طولك انت عارف العقد بتاعه بكام انت عارف بيفوضوا معاه على كام بالمناسبة يعني اي رقم سيادتك بتسمعه صلاح بيدفع منه 45% ضرائب اه والله العظيم الشريحة الاعلى في المملكة المملكة المتحدة في بريطانيا 45% فالرقم اللي انت بتسمعه بيرسع النص ده اولا طب ما صلاح واخد ايه في ضريب يا عم مثلا انت ملك عارف لو كل واحد فينا يركز فلقم تعيشه الدنيا تمشي تمام تعال بقى كده نشوف صلاح عمل ايه في اوروبا بالارقام بعيدا عن الفلوس يسخد صلاح 50 مباراة في دوري الابطال سجل خلالهم قد ايه 33 هدف وتسعة اسست ولعب اتنين نهائي وحقق اللقب مرة طاتش ووديا بالصرح الهدف الاخير في انتر ميلان كان تامن هدف لي على التوالي برا ملعبه في دوري الابطال واعلى رقم لريونالدو كان ايه بقى كان 12 يعني هانت صلح انا عايز 13 ماليش 13 هده 14 اولا كان 12 هدف والتمن دول اربعة منهم كانوا ريال مدريد ايسف التمنية دول كانوا ريال مدريد ده بتوع صلح يعني كانوا ريال مدريد وكانوا اتلاتيكو مدريد وكانوا ميلان وكانوا انتر ميلان دول التمن اهدف متوعب الصلح صلح بقى كسر ارقام رونالدو في البرمير ليج ازاي ده اللي حصل توفيق ربك ومجهود الراجل حالف باذن الله انه يكسر ارقامه في دوري ابطال اوروبا الدهو ادود تاني تاني بقى اقولك صلاح هو تاني لاعب في التاريخ يسجل في مرمى انتر ميلان وميلان في موسم واحد بالمناسبة في دوري ابطال اوروبا وفي ملاعبهم عندهم على ارضهم في بيتهم عشان كده الصحافة عملت ايه بقى الصحافة الانجليزية سموه سان سيرو هيرو بطل السان سيرو حقيقية ريكورد بريكر محطم الارقام القياسية يعني ما لا يسموه ايه الراجل اصبح عمليا بياخد كل الارقاب صح نفسنا ناخد كل الارقاب دي يعني طب انا ممكن يسموني ايه راجل بركة ما شاء الله بصراحة مو صلاح حاجة تفرح حاجة تشرف عارف ليه علشان هذا الشاب الجميل الرائع شايف شغله كويس وفي نفس الوقت هادي جدا محترم جدا قليل الكلام جدا طول الوقت بيشوف شغله طول الوقت روحه حلوة ولطيفة وزريفة طول الوقت مش مشغول بشيء غير شغله وعيلته عيلته وشغله شغله وعيلته عيلته وشغله شفت منه حاجة تانية لا سمعت عنه حاجة وحشة لا سمح الله ابدا شفت منه تصرف سخيف ابدا الله ينور الاحلى والاحلى واللي كلنا بنتكلم فيه انا وزميلي وصديق العزيز مصطفى حمدي مصطفى ابنه ناشئ كورة كده شطور ما شاء الله عليه ابنك اسمه ايه مصطفى عايزين ننشر الولاد حلمه يبقى مصطفى مصطفى كان بيقول لي ايه بقى قال لي من احلى الحاجات ان محمد صلاح رفع سقف طموحات الولاد الصغيرين اللي غوين كورة لحتة بعيدة خالص مش بقى انه بلعب بو انا صغير بلعب في المقاولين فامل حياتي ان انا بعد كده هلعب في الاهلي او في الزمالك او اروح احترف لي موسم او اتنين او تلاتة لا موسم العالي الزغيرة دلوقتي حلم العالي الزغيرة دلوقتي طموح العالي الزغيرة دلوقتي مو صلاح احنا عالميين احنا دوليين كده بقى مصر هتلاقيها بتصدر رياضيين يا سلام سلم لما نعمل ده في كل الرياضات مشروع صناعة البطل هفضل اتكلم عنه باذن الله لحد ما لقيه واقع قدامي صناعة مليون بطل رياضي مصري في مختلف الرياضات مش بس في الكورة